اشتركوا في القناة وهمية على صعيد تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بعدها نوها المجلس بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وأهميتها على صعيد تعزيز العمل الإنساني ونوها المجلس بحجم المشاركات في الدورة الخامسة من الجائزة مؤكدا على دور الجائزة في تخليد ذكرى المغفور له بإذن الله صاحب العظم الشخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراء وما قدمه من خدمات جليلة للإنسانية بعد ذلك أكد المجلس على أهمية مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجينوجية ميوس وجيو المنعقد في مملكة البحرين وما يقدمه من حلول مبتكرة في مجال النفط والغاز إلى ذلك أشاد المجلس بتحقيق منتخب البحرين لفنون القتال المختلطة لقب بطولة العالم لأول مرة في تاريخ مشاركاته مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد إضافة للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال مسيرتها الرياضية ثم أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس مستذكرا المجلس بالتقدير ما حققته المملكة العربية السعودية عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات من تقدم وتطور في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرم أين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير المحمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بالعيد الوطنية الثاني والستين ويوم التحرير الثاني والثلاثين مشيدا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدم وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو والشيخ نوافل أحمد الجابير الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابير الصباح وليعهد دولة الكويت بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تسهم في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والكلية الملكية للجراحين بإدنبرا في مجال تعليم وتقييم طب الأسنان مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإنشاء وتشكيل لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الاستمرار في المبادرات التي تم تبنيها في العامين 2021-2022 لتعزيز تنافسية مملكة البحرين في قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي فيما استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن النتائج المالية الأولية للسنة المالية 2022-2022 والتي أظهرت ارتفاعا في إجمالي الإرادات العامة مقارنة بالنتائج المالية للسنة المالية 2021-2022 مع التزام مملكة البحرين بتنفيذ الأولويات والبرامج الاقتصادية والتنموية كما أظهرت البيانات الالتزام بمستويات المصروفات العامة وفق اعتمادات السنة المالية 2022-2022 وهو ما ساهم في خفض العجز المالي الكلي بنسبة 85% مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية إلى 178 مليون دينار للسنة المالية 2022-2022 بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن زيارة وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة إلى مملكة البحرين والمشاركة في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية والمشاركة في الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات ونتائج المشاركة في مؤتمر القدس والمشاركة في النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ترجمة نانسي قنقر